السياحة الدينية في محافظة النجف الأشرف بين الموارد والمقومات وغياب التخطيط عنوان بارز وجده اقتصاديون لوصف واقع السياحة المتراجع في المحافظة الدينية فأكثر من 300 فندق مهدد بالإغلاق والتسريح يحاصر العاملين فيها لا سيما في الأشهر الماضية لأسباب شتى من أبرزها أثار جائحة كورونا وضعف الاهتمام الحكومي النجف السياحة الدينية بها هذه السياحة المهمة جدا التي أمها آلاف وملايين الزائرين في كل العالم لم تلبي هذا الطموح وبالتالي أصبح القطاع السياحي الآن في اندثار بسبب عراقيل كثيرة وبرستيج وعراقيل الوزارات والمتنفذين والمتسلطين على هذا القطاع جائحة كورونا أثرت تأثير سلبي بحيث أصبح عدد الزائرين الخارجين من الخارج القطور صفر وكذلك انسحبت على القطاع السياحي الداخلي السياحة الداخلية بحيث تقريباً صفرت الفنادق وغلقت أبوابها جميعاً بيئات الملايين يخسرها قطاع الفندق والسياحة في النجف الأشرف على عكس ما تنتهجه دول الجوار على الأقل في سياسيتها الاقتصادية بحسب متخصصين أجمعوا على إن العشوائية وغياب التخطيط السليم أسهما في تراجع هذا القطاع على الرؤم مما تتمتع بها المحافظة من بيئة ومعالم جاذبة للسياحة من داخلي وخارج البلاد السياحة تعتبر عالم متكامل السياحة تابعة صناعة سياحية تابعة خدمات سياحية كلها يصب في مصلحة السياحة في أي بلد في العراق مع الأسف العراق بكل ما يمتلكوهم من حضارة من الشمال إلى الجنوب حضارة دينية وحضارة تاريخية وأثرية وحضارة وقصص تاريخ كان متكامل ولكن مع الأسف لم تستغل الاستغلال كامل بشكل صحيح نحن توقعنا مطار النجف أن يدخلنا سنة 12 مليون ساعة لماذا؟ لأننا على طول السنة لدينا مناسبات شتوية وصيفية وخريفية وربيعية مناسبات مستمرة بالإضافة لسياحة سريانية سياحة الأشورية سياحة أور سياحة البابلية فعندنا الكلدانية الأشورية فمن جميع الحال العالم العراقيين وغير العراقيين ممكن يأتون إلى العراق بالملايين ويعد قطاع الفندق أبرز الخاسرين من ترد الواقع السياحية وهو ما نتج عنه ارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة دون حلول حكومية تلوح في الأفق من نجف الأشرف محتزل عبودي زاكروس تيفي